السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب طالبات الصف الرابع لابتدائي أهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة عن حل النماذي امتحانات استرشادية في مادة التربية الدينية الإسلامية للفصل الدراسي الثاني امتحان شهر فبراير فما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب الاختبار رقم واحد أولا القرآن الكريم اقرأ الآيات الآتية ثم أجب قال الله سبحانه وتعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الصاقب إن كل نغط لما عليها حافظ فلينظر نغط مما خلق واحد اكتب المحزوف من الآيات السابقة يبهينا عندنا الآية رقم أربعة إن كل نفس لما عليها حافظ يبهينا نكتب نفس فلينظر الإنسان يبهي نكتب هنا الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق رقم باء اختر معنى الصاقب هل المضيء ولا البعيد ولا الضخم الصاقب معناها المضيء رقم جيم بما أقسم الله تعالى في الآيات السابقة أقسم الله تعالى بالسماء ونجومها المضيئة ثانيا الفروع ألف ضع علام الصح أمام العبارة الصحيحة وعلام الخطأ أمام العبارة غير الصحيحة واحد أرسل الله تعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للإنس فقط العبارة خطأ رقم اثنين ميز الله سبحانه وتعالى الإنسان بالعقل العبارة صحيحة رقم ثلاثة الإدغام نوعان بغنى وبدون غنى العبارة صحيحة رقم باء اختر الإجابة الصحيحة واحد الإيمان بالرسل أحد أركان الإسلام الإيمان الإحسان أحد أركان الإيمان فنختار الإيمان رقم اثنين من الله تعالى على سيدنا إبراهيم بي نغط والحكمة الملك المال العقل العقل والحكمة فنختار العقل رقم ثلاثة من صفات المسلم الحق أن يكون صادقا حزينا متهورا أن يكون صادقا فنختار صادقا في رقم جيم صل من العمود الأول بما يناسبه من العمود الثاني واحد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يبعص الله تعالى رسولا بعده نوصلها بها رقم اثنين المعجزات آيات أو أحداث أو أشياء خارقة للعادة نوصلها بها رقم ثلاثة سيدنا موسى عليه السلام آتاه الله من الآيات ما فاق قدرة الصحرة نوصلها بها رقم ثلاثة أهل الفصاحة والبيان أصحاب لغة سليمة وأسلوب واضح نوصلها بها الاختبار رقم اثنين أول القرآن الكريم اقرأ الآيات ثم أجب قال الله سبحانه وتعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم نغط إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما نغط ألف أكتب المحزوف من الآيات السابقة هنا عندنا الآية رقم ثلاثة النجم الصاقب نكتب هنا الصاقب فلينظر الإنسان مما مما خلق نكتب هنا خلق في رقم اختر المقصود بحافظ هل صديق حميم أب رحيم ملك رقيب فنختر ملك رقيب رقم جين بما أقسم الله تعالى في الآيات السابقة أقسم الله سبحانه وتعالى بالسماء ونجومها المضيئة ثانيا الفروع ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة رقم واحد مهمة الرسول أن يبلغنا رسالة الله تعالى دون زيادة أو نقصان العبارة صحيحة رقم اثنين من صفات المؤمنين التفكير في خلق السماوات والأرض العبارة صحيحة رقم ثلاثة المسلم يتعلم الصلاة ولكنه لا يؤديها في أوقاتها العبارة خطأ في رقم با اختر إجابة صحيحة واحد معجز السيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت في رقم اثنين اراد سيدنا إبراهيم عليه السلام ان يثبت نقاط عقيدة قومه بالعقل والمنطق هل صحة ولا بطلان ولا صلاح بطلان فنختار بطلان عقيدة قومهم رقم ثلاثة ندعو الله تعالى به نقاط في سورة الفاتحة الهداية الصبر الرزق الهداية رقم ج صل من العمود الاول بما يناسبه من العمود الثاني رقم واحد من الله سبحانه وتعالى على سيدنا إبراهيم عليه السلام بالعقل والفهم والحكم نوصلها بها رقم اثنين كان سيدنا إبراهيم عليه السلام محاورا زكيا نوصلها بها رقم ثلاثة بالمنطق والأدلة المادية الملموسة أثبت سيدنا إبراهيم بطلان عبادة قومه نوصلها بها رقم أربعة من صفات المؤمنين المداومة على ذكر الله نوصلها بها الاختبار رقم رقم ثلاثة أولا القرآن الكريم اقرأ الآيات الآتية ثم أي قال الله سبحانه وتعالى يوم تبل الصرائر فما له من نغط ولا ناصر والسماء ذات نغط والأرض ذات الصدع أرف اكتب المحزوف من الآيات السابقة إبراهيم رقم عشرة فما له من قوة ولا ناصر فنكتب هنا قوة فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع نكتب هنا الرجع في رقم ب اختر المقصود بالصرائر هل الكواكب النجوم اللامعة ما تخفيه النفوس فنختر ما تخفيه النفوس في رقم ج ما المقصود بقوله تعالى والأرض ذات الصدع الأرض التي تنشق ليخرج منها النبات ثانيا الفروع الف ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة واحد أرسل الله تعالى سيدنا موسى عليه السلام إلى قومه لعبادة الله وحده العبارة صحيحة رقم اثنين وافق سيدنا إبراهيم عليه السلام على اتباع عقيدة قومه العبارة خطأ رقم ثلاثة هدى الله تعالى النحل لبناء خليته بشكل هندس دقيق العبارة صحيحة في رقم بائد للإجابة الصحيحة واحد أرسل الله تعالى الرسل بيه نقط دليلا على صدقهم المال المعجزات الزهب المعجزات أرسل الله تعالى الرسل بالمعجزات دليلا على صدقهم رقم اثنين قص القرآن علينا قصة إبراهيم عليه السلام مع قومهم في صورة الأنعام الطارق الليل صورة الأنعام فنختار الأنعام في رقم ثلاثة نقرأ صورة الفاتحة في الصلوات المفروضة نقط مرة خمستاشر سبعتاشر تسعتاشر فنختار سبعتاشر مرة في رقم جيم صل من عمود الأول بما يناسبه من عمود الثاني واحد معنى اسم الله الهادي الذي يهدي ويرشد إلى ما فيه الخير نوصلها بها رقم اثنين الطريق المستقيم يوصل إلى رضى الله سبحانه وتعالى والفوز بالجنة رقم ثلاثة اتباع الرسل يهدي إلى طريق الحق والصواب نوصلها بها رقم اربعة يهدي الله تعالى النحلة لاستنشاق رحيق الظهور فتصنع به عسلا رقم خمسة علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء بالهداية فنقول اللهم اهدنا في من هديت نوصلها بيها الاختباع رقم اربعة اولا القرآن الكريم اقرأ الايات الاتية ثم اجب قال الله سبحانه وتعالى يوم تبلى الصرائر فما له من قوة ولا والسماء ذات الرجع والأرض ذات ألف اكتب المحزوف من الايات السابقة الاية رقم عشرة فما له من قوة ولا ناصر فنكتب هنا ناصر والأرض ذات الصدع فنكتب هنا الصدع رقم با رقم با اختار المقصود الرجع الرجع هل العواصف المطر الصواعق فنختار نختار المطر في رقم ج متى تظهر خفايا النفوس يوم القيامة فنكتب يوم القيامة ثانيا الفروع ألف ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة واحد الرسل يعلمون الناس الصفات الحسنة ويفسرون أوامر الله تعالى وتعاليمه العبارة صحيحة في رقم اثنين آمن قوم سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما خاطبهم بالحجة واقتنعوا بكلامه العبارة خطأ في رقم ثلاثة ندعو الله بالهداية للفوز بخيرات الدنيا فقط العبارة خطأ في رقم بائط الإجابة الصحيحة برع قوم سيدنا موسى عليه السلام في الفصاحة الطب السحر في السحر فنختار السحر رقم اثنين ذكر العقل والتفكر في مواضع نغط في القرآن الكريم هل كثيرة ولا قليلة ولا نادرة مواضع كثيرة رقم ثلاثة هذا الله تعالى الإنسان بأن أرسل له المطر الرسل المال أرسل له الرسل فنختار الرسل في رقم جيم صل من العمود الأول بما يناسبه من العمود الثاني واحد هدان الله سبحانه وتعالى بأن وفقنا إلى الإيمان به وطاعته سبحانه وتعالى رقم اثنين تبرأ سيدنا إبراهيم عليه السلام من عبادة الكواكب والقمر والشمس نوصلها بها رقم ثلاثة يوم القيامة يظهر الله سبحانه وتعالى ما كانت تخفيه الصدور نوصلها بها رقم اربعة اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسنته الطريق الموصل إلى سعادة الدنيا والآخرة الاختبار رقم خمسة أولا للقرآن الكريم اقرأ الآيات الآتية ثم أجب قال الله سبحانه وتعالى والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول مفصل وما هو بالهزل إنهم كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين نغط رويدا ألف اكتب المحزوف من آيات السابقة يبال آية رقم خمستاشر إنهم يكيدون كيدا نكتب هنا يكيدون فمهل الكافرين أمهلهم رويدا نكتب هنا أمهلهم في رقم ب اختر المقصود بالهزل هل الباطل الظاهر القوي الباطل رقم ج ما المقصود بالقول الفصل في الآيات السابقة القرآن الكريم ثانيا الفروع ألف ضع علامة الصح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة واحد المسلم يؤمن بأن الله تعالى أرسل جميع الرسل برسالة واحدة وهي التوحيد الله وعبادتهم العبارة صحيحة رقم 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 اثنين من قوم سيدنا ابراهيم عليه السلام من يعبدون الكواكب النار البقر يعبدون الكواكب فنختار الكواكب رقم ثلاثة جمعة حروف الادغام في كلمة ينمون يرملون قطب جد كلمة يرملون رقم جم صل ميل عمود الاول بما يناسبه ميل عمود الثاني واحد يهدي الله الطيور والحيوانات الى طعامها وشرابها واماكن بياتها رقم اثنين والارض ذات الصدع التي تنشق يخرج منها النبات رقم ثلاثة اثبت سيدنا ابراهيم عليه السلام بطلان عبادة قومه بالمنطق والدليل نوصلها بيها رقم اربعة البعث يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى على احياء الانسان بعد موته نوصلها بيها وبكده يكون وصلنا معكم لنهاية الدرس النهاردة ارجوكم استفدتم معنا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والضغط على زر الاعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة